شكراً دكتورة فريدة يسعدني أن أرحب بكم جميعاً في هذه الندوة حول المرأة الليبية ويشرفني أن تكون بعثة ليبيا لدى الأمم المتحدة بالاشتراك مع بعثة إيطاليا الصديقة لدى الأمم المتحدة راعيتاني لهذا الحدث كمساهمة منهما في جهود النهوذ بالمرأة والدفاع عن حقوقها وكما هو واضح من ورقة المفاهيم التي أرجو أن تكون قد وزعت على الجميع فإن الندوة ستركز على الوضع الحالي للمرأة في ليبيا وفي هذه المرحلة الانتقالية بالذات التي تتحول فيها ليبيا من النظام إلى النظام الديمقراطي الذي يطمح الشعب الليبي إلى إقامته بعد تضحيات كبيرة قدمها خلال الثورة للتخلص من النظام الديكتاتوري ويسعدني أن أرحب بالسيدة ممثلة جهاز الأمم المتحدة للمرأة وأواصل فأقول كانت المرأة الليبية عنصرا فعالا في الثورة الليبية وقدمت تضحيات كبيرة للتخلص من النظام الديكتاتوري فكانت تخاطر بنقل السلاح للثوار وكانت مع الرجال في المستشفيات وكانت تقدم الغذاء للمقاتلين ولكن أيضا للأسف كانت الضحية الأكبر لكتائب القذافي التي استهدفتها بالعنف الجنسي والاغتصاب لكسر عزيمة الثوار وقمع الثورة اليوم ستستمعون إلى مجموعة مميزة من السيدات الليبيات وعلى رأسهم الدكتورة فريدة العلاقي وهي رئيس المنتدى الليبي للمجتمع المدني وشخصية معروفة بنشاطها في مجال التنمية البشرية والدفاع عن حقوق المرأة والشباب في الدول العربية وكانت من أشد المعارضين لنظام عم القذافي ولها صلة بنشاطات الأمم المتحدة منذ نهاية سبعينيات القرن الماضي والسيدات المحاضرات الثلاث هن عزة المقهور وهي محامية معروفة ولها نشاط كبير في مجال الحقوق الأساسية والحريات الأساسية وحقوق الإنسان وناشطة على مستوى الفردي وعلى مستوى المجتمع المدني وكانت دائما ناشطة في المسائل الدستورية سواء قبل الثورة وبعد الثورة والسيدة ميسون التغار أيضا من ناشطات المجتمع المدني ولها نشاط كبير أيضا وهي شخصية مالية وناشطة في مجالات مختلفة وسيدة مديح النعاس أيضا باحثة ومن الشخصيات المرموقة في المجتمع المدني في ليبيا ولها نشاطات مختلفة فما سنستمع إليه اليوم اليوم أكيد سيعكس تجارب هؤلاء السيدات وما يعتقدن أنه تحديات وفي الواقع هي تحديات حقيقية للمرأة الليبية في هذه المرحلة ولكن جميع هؤلاء السيدات لديهن مساهمات معتبرة في الحراك السياسي في هذه المرحلة الانتقالية في ليبيا ولا شك أن ما سنستمع إليه منهن سواء في إحاطاتهن أو خلال النقاش التالي لتلك الإحاطات سوف يقدم لنا معلومات مفيدة حول دور المرأة خلال ثورة 17 فبراير وأيضا بعد الثورة وأيضا ما يمكن وأن يقدمه المجتمع الدولي لدعم جهود المرأة الليبية وتمكينها من التمتع بحقوقها كاملة أستطيع أن أقول أن هناك أرضية جيدة للعمل مع المرأة في ليبيا ودعمها وخاصة إذا أخذنا في الاعتبار انخفاض نسبة الأمية بين النساء الليبيات ومشاركتهن الواسعة في منظمات المجتمع المدني بالإضافة إلى تعزز وضعها وضع المرأة داخل المجتمع بسبب مشاركتها الفاعلة في الثورة ضد الدكتاتورية وما قدمته من تضحيات خلالها وعندما أقول ذلك لا أعني أن المهمة سهلة فالأمر يتعلق بتغيير كثير من الأفكار التي ترسخ بعضها بمرور الزمن من خلال الممارسات الخاطئة وارتبطت للأسف في عقول البعض بالقيم الدينية دون أن تكون منها فالأمر يحتاج في بعض الحالات إلى تغيير العقلية السائدة وهو أمر قد يحتاج إلى وقت طويل تتضافر فيه جميع جهود فعاليات المجتمع لتحقيق ذلك ولا شك أنه ليس من السهل تغيير الأفكار بين يوم وليلة في مجتمع محافظ تختلط فيه العادات بالقيم وتتعدد فيه التفسيرات للنصوص الدينية وتتضارب في بعض الأحيان وتصطدم الأفكار المنفتحة بتفسيرات ضيقة وغريبة في بعض الأحيان من جانب فئات متطرفة ينقصها التعليم والشروط اللازمة لإصدار لإصدار الرأي أو الفتاو الدينية ولكنها للأسف تعتقد أنها تملك القوة لفرض رؤيتها لن أطيل عليكم ومن ثم فإن تمكين المرأة في ليبيا يحتاج إلى عمل جدي ومتواصل تشترك فيه الأجهزة الحكومية ومنظمات المجتمع المدني بدعم مناسب من وكالات الأمم المتحدة والمانحين الدوليين وأعتقد أن وجود الدكتور العلاقي وزميلاتها معنا هذا اليوم من شأنه أن يساعد كثيرا في فهم الوضع وربط الصيلات من أجل خلق شراكة حقيقية تساهم في مواجهة التحديات التي تعترض المرأة في ليبيا خلال المرحلة الانتقالية وتساعد في إقامة دولة مدنية ديمقراطية تحترم فيها حقوق الإنسان والحريات الأساسية أشكركم جميعا على حضوركم وأترك الفرصة وأترك أيضا المكان لإحدى المحاضرات لتشغله وسأخذ أنا مكانها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر